لو بيدي يا حيين چين تبع لأمك وتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابنو يا الحالي لاجه بينك وبيني بصوت المحيط بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المسماه بالسماه بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى بضعتك فاطمة الزهرى سيدتي وسيدة نساء العالمين وعلى ولديك إمامي الهدى وسبطي الرحمة الحسن والغريب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله سادتي ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم أنتم باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم يا كربلا يا كربلا يا كربلا أنت أم كل حزينة وحزيني يا كربلا أنت أم كل حزينة وحزيني فيك الحسين لا قل منوء فيا ليتني عن الحسين لا قيت منوني أعطى جميعا الذي ملكت يداه حتى الجنين فداه كل جنيني حتى إذا رأى الصحب صرعى ما بين مجدل وطعيني ماذا صنع ابا عبد الله توسط الميدان مناديا إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني فالتبتل مني صادية الروا والتقطعان مني كل وتيني ولتقطعان مني كل وتيني كل وتيني كل وتزلزل المحشر وقفتي الزهر الحزينة نادي يا ربي القوم ظلعي كسري افتنى الدنيا عقوب ما فت وفادي وعمم كريم المرتضى سيف المرى وجارى وعقوب عينى وعيني على أولادي واحد دفن عندي ويا يا أمي بالمدين أما حسين ظل طريح أولاد سفياء وقاس مصايب بعضات شيب الرضع سافر أراضي كربلا وانذبح عطشا أنا حسين وين اليوا أسيني على حسن والله وين اليوا أسيني بدمعت على ابن الذي حز ورقبت وظلت ثلائيات أيام جثت أولادي يا أبن المحضر أولادي أغسل الجسم ودفنت أولادي أغسل الجسم يا أهلادي يا أهلادي ودفا يا أنت المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أن يمنقلب ينقلبون والعنقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج المولى صاحب الأمر لشفاء المرضى لقضاء الحوائج الرحمة للموتى لعافية الأحياء أرفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد الصلاة وموقعها وآثرها من الجانبين النفسي على المتلقي على هذا المؤمن أولاً لكل عمل هذا العمل له جانبان جانب ظاهري وجانب باطني نحن قد نرى بالظاهر هذا الإنسان يصلي يصوم يقرأ القرآن يتزكى يفعل يخمس كذا هذا بالظاهر أنت تراه ونراه هكذا ولكن هل هذا ما ينعتبق عليه بالداخل القرآن واضح صريح الآية واضحة تقول أقم الصلاة طيب أهو كان أبلغ بالقرآن يقول صلي على طول يقول صلي لدلوك الشمس لماذا الشارع المقدس يقول أقم الصلاة معنى أنه لكل شيء إقامة مرات الإنسان يعطي هذه الأموال الزكاة وكذا للرياء والعياذ بالله ظاهره شيء وباطنه شيء آخر الرياء محرقة الأعمال ولا يقبل الله ولا ينظر الله لعمل المرائي أبدا أكو ناس والعياذ بالله الله يبعدنا وإياكم هكذا ما يعطي لله يعطي للشيء أنه حتى يقال أن فلان المحسن أو فلان المعطي أو فلان كف طيب هذا عمل ظاهري عمل باطني القرآن واضح أقم الصلاة معنى أنه للصلاة أهداف يا شباب أولا قبل ما أدخل في تسلسل الآية دعني أعطيك مقام الصلاة الصلاة ما هي الصلاة هي صلة بين العبد وربه هذه واحدة الصلاة من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين بكليته الصلاة على نوعين هناك والعياذ بالله في واحد كافر بالصلاة يقول أصلاً الصلاة هذه مو مقبولة أو مو مفروضة هذا والعياذ بالله كافر خارج من الملة لأنه أنكر أنكر ركناً من أركان الإسلام وهو الصلاة وفي واحد يقول لا والله الصلاة مفروضة بس أنا ما أصلي جاحد هذا يسمى جاحد بالصلاة يقول لا والله الصلاة مفروضة وكذا بس غلبت عليه شقوته وغلب عليه الشيطان الرجيم والعياذ بالله وتشوف بعض الناس مرة يصلي مرة ما يصلي مرة يصلي مرة يقطع الصلاة كثير هذا يأتون إلى هذه الأعمال أو أنه يقول لا والله الصلاة مفروضة بس أنا ما يصلي لعب في إبليس والشيطان والعياذ بالله أسمع أسمع الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لم يصلي أربعين صباحاً الواحد اللي يقطع الصلاة والعياذ بالله أربعين صباح جاء إليه إبليس الأكبر الذي قد طرده الله من الجنة فمسح على وجهه وقال بورك وجه لم يفلح قط والعياذ بالله تارك الصلاة عامداً متعمداً يأتي يوم القيامة مكتوباً على جبينه آيساً من رحمة الله لأن الصلاة مهمة جداً قال رسول الله صلى الله عليه وآله عندما سئل عن الصلاة وأهمية الصلاة قال إن الصلاة عمود دينكم من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين بكلية وأنه أول ما يسأل به العبد في قبره عن صلاته فإن قبلت قبل ما سواها وأن ردت رد ما سواها وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه اللهم صلواته وقال أمير المؤمنين يقول لك اتقن هذه الصلاة من الناحية الظاهرية الصلاة يجب أن تكون فيها أطمئنان الصلاة أولاً الله مو محتاج لا لي ولا لك ولا لزيد ولا لعبيد ولا للخلق ولكن الله ليش فرض الصلاة ليش فرض العبادات حتى يميز من الذي يطيعه أو يعصيه وإلا الله مو محتاج قلنا بالأيام السابقة إن الله غني مطلق والغني المطلق والغني المطلق مو محتاج إلى العباد أبداً الله غني عن العالمين ولكن الله عندما فرض العبادات وفرض الصلاة بالذات وجعلها عمود الدين حتى يرى الذي يستجب لعبادته ويسمع كلام الله من العاصين والعياذ بالله فالصلاة لها ذلك المكان البعيد الأثر على نفس الإنسان المؤمن رب اجعلني مقيم الصلاة إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي لأن الصلاة لها بعد نفسي لها بعد إنساني كبير طيب القرآن يقول أقم الصلاة يعني شنو؟ يعني أهداف الصلاة مو له الصلاة لها أهداف جاء رجل إلى رسول الله والصحابة قاعدين قال لا يا رسول الله كيف نعلم بأنه قد قبلت صلاتنا عند الله حقيقة سؤال قم في الذكاء يا رسول الله كيف نعلم بأن صلاتنا قد قبلت عند الله اسمع الجواب من رسول الله صلى الله عليه وعليه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار لا لبس فيه أبدا قال النبي الأعظم من لم تنهه صلاته عن فحشاء أو منكر فليست بصلاة الصلاة يجب أن تنعكس عليك أنا أصلي وألاحق أعراض الناس هذه أي صلاة هذه؟ أنا أصلي وأنا كذاب هذه أي صلاة؟ أنا أصلي وأنا خائن للأمانة هذه أي صلاة؟ أنا أصلي وأنا والعياذ بالله والعياذ بالله وإن شاء الله لنا في ليلة قد وقفت ووقفات كبيرة مع بر الوالدين أنا أصلي وأنا والعياذ بالله جاحد لوالدين والله العظيم عشرات الرسائل عشرات الاتصالات يتكلمون عن هذا الموضوع ما أدري أن الأبناء هذولي شنو صار بهالزمن هذا اللي هكذا انقلبوا على والديهم الأم تشتكي من بنتها والولد يشتكي من الآب والأب يشتكي من الأبناء واحد اتصل يبكي يقول والله العظيم إن أبنائي أوقفوني في المحكمة وقطوني في المخفر أربع تيام بالنظارة ليش وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذا والديك أين الصلاة إذن القرآن عندما يقول أقم الصلاة يعني أقم أهداف الصلاة الصلاة ليست حركات تصليها أنك أنت تقوم وتقعد وتركع وتسجد وتسلم لا الصلاة نعم هذه بالظاهر أنت صليت ولكن بالباطن هل أنت صليت فعلا؟ خلأ أعطيك مثال الإمام الحسين في يوم عاشراء صلى صحيح؟ صلى بأهل بيته وفي أصحابه صلاة الخوف أيضا ترى عمر بن سعدهم راح يصلي بأصحابه هذه صلاة وهذه صلاة هذه صلاة قد أقامها الحسين وتلك صلاة بالشكل قد هدمها ذلك الملعوم فالمسألة القرآن واضح يقول أقم الصلاة يعني أهداف الصلاة أن تحافظوا على الصلاة المصلي يغض البصر يا شباب المصلي عفيف اللسان المصلي لين الجانب والأخلاق وهو هذه صلاتك تنعكس عليك لأن المصلي يكون في وجهه وفي قلبه نور من الله سبحانه وتعالى ولاحظوا أنت بالصلاة تمثل كل العبادات كل العبادة تتمثلها بشنو؟ بالصلاة أنت بالصلاة تصوم فلا يجوز لك أن تأكل فأنت صائم أنت بالصلاة لا تتكلم مع أحد أبدا لا يجوز لك أن تتكلم مع أحد أبدا يعني قمة الصلاة أنك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بجوارحك الخاشعة بنفسك بقلبك بجميع جوارحك جاء إلى الإمام الصادق أو إلى رسول الله عفوا قالوا له يا رسول الله احنا بعض الناس نشوفه بالصلاة هذا كثير الحركة شايفين بعضهم حتى بالمساجد سبحان الله من يقول الله أكبر؟ قام يفتش بجيبة وقام يطلع بوكة وقام يطلع ما أدري شنو حركات كثيرة واحد يعدل عقالة واحد يعدل كذا سئل رسول الله قال بعض الناس عندهم هذه الحركات بالصلاة قال لو خشع قلبه وخشع الجوارحه لخشع قلبه في صلاة ما عنده خشوع وشايفين أكثر يعني واحد هم ما قدتصلون من تقول الله أكبر ها؟ وإذ الله يرحمه والدك شوية يهدو رحم الله والدك صلوا على محمد وآله محمد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال لو خشع جوارحه لخشع قلبه القلب يخشع في الصلاة ومحنا من أقلبيتنا ولا أبرع نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحمه ربي من نقول الله أكبر جاك سبعين من أمر الدنيا في الصلاة في الصلاة بالذات من تقول الله أكبر الله وكيلك الشيء اللي مو متذكر بحياتك كل يجيب الصلاة هذه السيارة التأمين ما لها ما أدري أنا بيمته ولا ما سويت المعاش هذا اللي راح ينزلوه للزيادة أنا كم تطلع أنا كم ولد عندي كم ينزل لي كذا وكذا وما شاء الله وإذا أمور الدنيا كلها تجيب الصلاة ما تشوف نفسك إلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وننخشوع بالصلاة لذلك القرآن يقول وإذا قمت للصلاة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ما هو الصلاة إبليس وإن تلقاه بالسلمة إبليس لا مو بالسلمة بهالبحور وهالمولات وهذولي الشباب اللي رايحين ما أدري وين رايح لا هذا إبليس طاحته 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 بالشبكة مالتا خالصين إبليس الله وكيلك تلقاه عند المساجد وعند الحسينيات تقول لك ليش تجيهنيه ليش تصليه ليش كذا يمنعك يدفعك دفعا حتى لا تأتي إلى مكان الخير النبي رأى إبليس في أبطح مكة هذه رواية النبي رأى إبليس في أبطح مكة في أقصى حالاته يتقلب يمين شمال يمين شمال قال تعال إبليس ما لي أراك على هذه الحالة قال ثلاث إن فعلتها أمتك أنا أكون أتأذى جدا جدا أكون في هذه الحالة قال ما الأولى قال أما الأولى إذا رأى المؤمن أخاه المؤمن فتبسم في وجهه فصافحه فعانقه أنا أتأذى صحيح لأن أبليس يبي يبي الفرقة بيني وبينك وتشيح بوجهك عني وأشيح بوجهي عنك ويبي يكون دائما العداوة والعياذ بالله بين المؤمنين وبين الأخوة هذا شغل إبليس والعياذ بالله هذا شغل إبليس والعياذ بالله بينما المؤمن التبسم في وجه أخيك صدقة التبسم في وجه أخيك صدقه قال طيب ما الثانية قال الثانية إذا ارتفعت الأصوات بالصلاة على محمد وآل محمد قال هذه جدا تؤذيني قال ما الثالثة قال إذا رأيت أحدا من أمتك ساجدا لله ليش لأنه فعلا هو ليش انطرد إبليس من الجنة لأنه لم يسجد الحقيقة لآدم يا آدم الله سبحانه وتعالى قال ربك للملائكة إني خالق بشر من ظين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة إلا استثناء إلا إبليس إبليس ما سجد الله قال يلا أطلع أنك رجيم وأن عليك اللعنة إلى يوم وإلا هو كان طاوس الجنة سبعين ألف سنة يسمى طاوس الجنة وبليس عالم يعرف الله حق معرفته ويعرف العبادة حق عبادته لذلك هو يعرف من أين يأتي يأتيك في أقوى عبادتك يأتيك في الصلاة تأوى الناس تأذن بعد ربع ساعة بعد نص ساعة وإذا راح الوقت مع شديد الأسر وإذا راح الوقت وراحة الصلاة واسمع الحديث الخطير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام جعفر بن محمد الصادق يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق إذا صلى المؤمن الصلاة في وقتها يا شباب الله الله بالصلاة الله الله بإقامة الصلاة بالظاهر وبالباطن تنعك الصلاتك عليك بأعمالك بأخلاقك بأفعالك يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق إذا صلى المؤمن الصلاة بوقتها رفعتها الملائكة في حلة خضراء إلى الله سبحانه وتعالى من سماء إلى سماء تزفها الملائكة ثم ترجع على صاحبها بيضاء كالقمر في ليلة بدره وتمامه وهي تقول له حفظتني حفظك الله حفظتني حفظك الله وأما إذا ضيع صلاته وراح الوقت عامد متعمد يجاب للتلفزيون يشوف المباراة لا يطوف القول أو هذا المسلسل الفلاني أو هذا الفلم الفلاني أو بعض الأشياء سبحان الله يقول فإذا ضيع المؤمن صلاته وصلاها في غير وقتها عامدا متعمدا رجعت عليه ظلماء سوداء وهي تقول ضيعتني ضيعك الله ما هو الصلاة؟ وأول ما يسأل العبد في قبره شنو؟ عن الصلاة يا مؤمنين لأن لها أهمية لأن لها مكانة لأن لها بعد كبير الصلاة لها أثر على المتلقي والصلاة تراها بين النفس وبين الإنسان تعرف هذا مصلي بأخلاقه بأعماله بفضائله إنسان مصلي والصلاة منعكس عليه مئة بالمئة طيب أقم الصلاة لدلوك الشمس طبعا هذه الآية أحد الاستدلالات من مراجعنا الكرام على أن مواقيت الصلاة ثلاثة هي الصلاة المفروضة خمس صلوات هي الصلوات خمسة صلاة الفجر صلاة الظهرين وصلاة الإشاعين خمس صلوات ولكن مواقيت الصلاة ثلاثة بصريح القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس أولا أول ما فرضت بالإسلام هي صلاة الظهر هل أول صلاة فرضت بالإسلام عندما صلى النبي طبعا النبي كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت كانوا يصلون صلوات الله وسلامه من ذلك العالم عالم الأزل من عالم الأنوار وهو يصلون صلى الله عليهما أجمعين ولكن كمسلمين آمنوا برسول الله بالدعوة الإسلامية أول صلاة فرضت صلاة الظهر لذلك القرآن يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني شنو تقول الرواية كانوا إذا نظروا إلى الشمس من أبهى من جهر الشمس وقوتها كانوا يدلكون عيونهم فالقرآن يعطيك هذه النقطة الحساسة وهذا البعد الكبير وهذه اللفتة الجميلة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الغسق هي ساعة الغروب عندما تذهب الحمرى المشرقية ويبدأ الليل يرسل سدولة هنا تبدأ يبدأ المغرب مع ملاحظة شديدة أن صلاة الظهر هي لما يكون العمود الظل يختفي صحيح بعد عشر دقائق هذا الظل يتحرك هنا يدخل وقت العصر على طول فإهن يكون إذا صليت الظهر ثم عندنا ترى جملة من الروايات بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعاصر من دون سفار أو ريح أو مطار أو كذا عندنا روايات كثيرة قد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين صلاة الظهر وصلاة العاصر فأنت عندما تصلي الظهر ثم تقيم الويتر اللي هي الصلاة النافلة المستحبة ما بين صلاة الظهرين هنا يدخل وقت العاصر فتقيم وتصلي أيضا صلاة العاصر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل صلاة المغرب فضيلتها عشر دقائق يا مؤمنين ويبدأ العشاء من بعدها ثم القرآن يسترسل يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان هنا لي وقفة هنا لي وقفة صلاة الفجر يا مؤمنين عليها اعتماد كبير صلاة الفجر بالخصوص أولا هي ركعتين لكنها ترفع عند الله أربع ركعات ليش تقول الرواية تتنازع عليها ملائكة الليل وملائكة النهار ملائكة الليل تقول ما زالت الدنيا ظلماء فهذه الصلاة لنا ملائكة النهار تقول انسحب الليل انسلخ الليل نحن الآن في الفجر الصادق فهذه الصلاة تسجل لنا فكل يسجل ركعتين تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا مشهودا من ماذا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ملائكة الليل وملائكة النهار تشهد صلاة الفجر الله الله في صلاة الفجر وحقيقة احنا عندنا تقصير كبير في صلاة الفجر تقصير كبير في صلاة الفجر صلاة الفجر من مات للرزق يعني عندنا مكروه كراهية كبيرة أنك تنام بين الطلوعين بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هناك راهية شديدة أنك تتنام لأنها مكان الملائكة تغدو وتروح في السماء فلعلها تحمل دعاؤك هذا إلى الله سبحانه وتعالى مكان صلاة الفجر له مكان ووقع خاص على المؤمن فالله الله في صلاة الفجر يا مؤمنين والله العظيم المصلين للفجر لهم سماء ورتبة عند الله سبحانه وتعالى وترى انعكاس الصلاة يبدأ من وين من صلاة الفجر لأن الإنسان المؤمن إذا حافظ على صلواته والذين هم على صلواتهم يحافظون القرآن بينما في الآية الخطيرة الثانية يقول ويل للمصليين مصليين مصلي واضح القرآن واضح يقول ويل لمن للمصلين أي الصلوات المصليين الذين هم عن صلاتهم شنو ساهون يعني عن أهداف صلاتهم يصلي القرآن يقول لك أن تتصلي وأنا أصلي ولكن أنا وأنت قد نكون ساهون وبعيدون كل البعد عن صلاتنا صلاتنا فقط شكل ما فيها روح ما فيها جوهر ما فيها تطبيق فهذا ما يبعدك عن السماء أبدا تنجر إلى الأرض ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني عن أهداف صلاتهم أما الناحية الأخرى في نداء والعياذ بالله في يوم القيامة ما سلككم في سقار قالوا لم نك من المصلي سقار والعياذ بالله وادي في جهنم تقول الرواية إذا فتح يوم القيامة تستغيث جهنم من حرارته تقول يا رب خفف علينا حرارة سقر هذا سقر والعياذ بالله يؤخذ إليه الجاهد بالصلاة يؤخذ إليه من المستهزئ بالصلاة يقول الإمام جعفر ابن محمد الصادق إن شفاعتنا أهل البيت لا تنال مستهزئ بالصلاة لا تنال مستهزئ بالصلاة يا مؤمنين الله الله في صلاتكم الله الله بالمحافظة على صلاتكم سواء بالظاهر الآن يمعود بظاهر الصلاة أنا شفت اثنين بالمسجد يصلون دخلوا في يوم من الأيام الله وكيلك صلى الظهر والعصر في نص دقيقة بالمحافظة بشي الله الله والسلام عليكم ورحمة الله وين الهدوء وين السكون وين بعد النظر أين الصلاة الطمأنينة بالصلاة أنت واغف بين يدي من بين يدي الله سبحانه وتعالى الإمام الحسن بأبيه هو وأمي تقول الرواية إذا صار على باب المسجد وسمع المؤذن ينادي الله أكبر اصفر لونه ارتعدت فرائصه ثم جلسه وجثه على ركبته قال كبرت كبيرا لا يقاس ولا أكبر من الله شيئا يقولوا لي يا ابن رسول الله نراك على هذه الحالة وأنت الإمام الصبت قال والله لا تعلمون بين يدي من تكونون هذا اللي يستشعر الصلاة ويحس بلذة الصلاة وقيمة الصلاة مو احنا يلا بسرعة خنا روح أصلي وأجي شوف يعني ما شاء الله احنا هو بيصلي بسرعة بس روح أصلي وأجي بسرعة لا مهاكفة الصلاة يا مؤمنين الصلاة يكون فيها طمأنينة الصلاة يكون فيها بعد نظر للمؤمن العمام أمير المؤمنين لاحظوا أهل البيت لاحظوا الصلاة أول للصلاة مفروضة وأنت تصارع الأمواج تموت وجاء وقت الصلاة تصلي ما تسقط عنه ما تسقط الصلاة في أي حال من الأحوال إلا في حال أنت تكون فيه في حالة غير في طهارة ثم تقضي صلاة هنا يعطيك الشارع المقدس بعض الرخصة وإلا الصلاة لا تسقط في أي حال من الأحوال حتى إذا توفى الإنسان رجلا كان أم امرأة ومطلوب بصلاة فواجب على ورثته الشرعيين أن يبرؤوا ذمته بالصلاة هذا واجب شرعي لأن الصلاة لا تسقط في أي حال من الأحوال وهي من التشديدات الإلهية يا مؤمنين فالإمام صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول بشرى للمصلين المصل له بشرى من الله سبحانه وتعالى بأنه إذا كان يوم القيامة يسعى نوره من جبين ترى يوم القيامة يوم مظلم أسود القرآن واضح إذا الشمس كدرت إذا النجوم كذا إذا الجبال ما في شيء بالحياة سوف تتمزق الحياة القمر الشمس الكواكب النجوم أصلاً الكرة الأرضية تكون في حالة المجرد أحنا عصلاً ما راح نحشر في هذا المكان نحشر في مكان آخر مظلم أسود لا تكاد ترى يدك ولكن القرآن يصف صفة خاصة للمؤمنين صفة خاصة للمصلين يقول نورهم يسعى من جباههم من جبهتك هذا النور لأنه مكان السجود هذاك نور خاص هذا المشرك هذا الذي قد ظلم نفسه يقول ليكلم المؤمن قفوا نقتبس من نوركم خلونا نحن بعد ناخذ شوية نور منكم نشوف أمامنا حتى لا يضرب بعضنا بعضاً فالصلاة بشرى وتأتيك يوم القيامة بنور لامع من الله سبحانه وتعالى ولاحظ زين العابدين بأبيه وأمه بالثفناء ما سمي زين العابدين إلا لكثرة صلاته صلوات الله وعبادته حتى ينادي المنادي يوم القيامة أين زين العابدين تقول الرواية فيقوم علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ووجهه كفلقة قمر طالع في المحشر صلوات الله أمير المؤمنين معروف في ليلة الهرير في صفين جاءته سهام ضربته وين في رجلة بأبيه وأمه في الرواية أكثر من سبعة أسهم قد ضربت الإمام أمير المؤمنين صلوات الله احتروا الصحابة أصحاب أمير المؤمن قالوا شون إحنا نقتل قال الإمام الحسن اتركوه فإذا كان في حالة صلاته فاقتلعوها فوالله إن أبي لا يتحرك ولا يشعر بشيء أبدا إلا ما يحركه الريح منه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه وفعلا أمير المؤمنين بالصفين بين الصفين بين المعسكرين بأبيه هو وأمه ما ترك الصلاة أقام الصلاة وهو في حال الحرب ثم يأتي ذلك الجراح يسحب وتقول الرواية اقتلع الأسهم من قدم أمير المؤمنين واحد بعد الآخر يقول والله لم أرى أمير المؤمنين قد تحرك قيد أنم لماذا؟ لأن أمير المؤمنين استشعر لذة الصلاة بأبيه هو وأمه بعد الصلاة إقامة الصلاة أهداف الصلاة بأبيه هو وأمه لاحظوا زينب وما أدراك ما زينب في ليلة الحادي عشر من المحرم يوم عاشراء في ذلك اليوم الذي فقدت إخوتها وأبناءها وبني عمومتها وأصحابهم أحرقت الخيام ضاعت الأطفال بين الأعداء وحيدة فريدة امرأة ولكنها في ليلة عاشراء رآها عام زين العابدين تصلي صلاة الليل من جلوس قال لها عم أراك هذه الليلة صلين من جلوس قالت يا ابن أخي والله إن المصائب التي نزلت علي قد هدت أركان فلا أستطيع أن أقف على قدمين أي صلاة صلاة الليل ما تركتها زينب لأهمية الصلاة يا مؤمنين عند أهل البيت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك نرى هذه الحالة احنا مو نقتدي بأئمتنا يا مؤمنين وهذا واجب الاقتداء أن نقتدي بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فالله الله في صلاتكم أيها المؤمنون الله الله بالصلاة فلا تضيعوها فتضيع منكم الدنيا والآخرة جاءت امرأة إلى رسول الله صاحت يا رسول الله دلني على أقصر طريق أدخل به الجنة قال هذا الكلام لأخواتي لأمهاتي قال رسول الله وعيم الله أي ممرأة عملت خمسة أدخلها الله من أي باب شاءت من الجنة أي ممرأة عبدت ربها العبادة بعد وأقامت فرضها الصلاة وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فلتدخل بأي باب شاءت من الجنة خمسة إذا فعلتها المرأة تدلل عند الله يوم القيامة تدخل من أي باب شاءت تعبد الله وتحافظ على صلاتها وصيامها وفرجها تحفظه وزوجها الطيعة صدق بالله العظيم فلتدخل من أي باب شاءت من الجنة بصريح قول رسول الله أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم لذلك الصلاة لها مقام محمود عند الله سبحانه وتعالى القرآن يكمل يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما صلاة الليل وما أدراك ما صلاة الليل يا مؤمنين صلاة الليل تبيض الوجه صلاة الليل تطيل العمر صلاة الليل من مات للرزق صلاة الليل لها بعد أثري على الإنسان بأن يكون إنسانا رزينا صلاة الليل وخصوصا مع قرآن الفاجر قرآن أنك تشبك صلاة الليل أنه يكون في اللحظات الأخيرة لصلاة الفاجر قبل صلاة الفاجر من المستحبات هي بعد منتصف الليل واحد من الشباب يقول والله أنا ما أقدر أقعد منتصف الليل صليها في أي وقت لأنها صلاة مستحبة قبل ما تنام صليها المهم لا تقطع صلاة الليل صلاة الليل مهمة جدا يسألون أمير المؤمنين يقولوا لما لنا نرى المصلين بالليل قد بيضت وجوههم قال نعم لأن الله قد أخذ من نوره فقذف على وجوههم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قد أخذ من نوره أمير المؤمنين يصفهم بالخطبة تراهم إذا اختل الحبيب إلى حبيبه ونامت العيون وهدأت الخواطر وسكنت الأنفس تراهم واقفين بين يدي الله صافين أرجلهم بين قائم وارغاعد وراكع وساجد وتال للقرآن ومتهجد وإنهم لراجون من الله وخائفون منه فإن حالة المؤمن إما خائفا من الله أو راجيا لله لوزنا هذا ما زاد على هذا ولوزنا هذا ما زاد على هذا فأخذ الله من نوره فقذف على وجوههم لأنهم قد اقتلوا مع الله سبحانه وتعالى الإنسان النائم الله المصدر بينما الإنسان لا العادلة والله حضر راسهم كبر المخد ونايم ولكن هذا لا له شأن آخر لأن تكاليف النفوس الكبيرة غير تكاليف النفوس الصغيرة لذلك ترى هذه الصلاة لها بعد صلاة الليل أول أتريد أن يحميك الله في القبر في أول ليلة مو إحنا يا مؤمنين موعودين شئ نائم أبينا في صاحب راح يجينا يطيق علينا الباب بدون ميعاد يقول لك يلا أنا صاحبك يلا أطلع ما تذكرني أنا جيتك عند الولادة قال لا بلى بس خلني أمعود الحين شوية أنا راح أصاحبك في يوم لكن تركني ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك قال لا 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 خلص بعد ما لك هذا العمر راح منك لا تسوف الصلاة مؤمنين إذا كان في مجلسنا أو من المؤمنات من يقطع صلاته أو لم يصلي يقدم التوبة إلى الله وإلى الإمام الحسين فأنهم باب الرحمة وليستقيم على الصلاة ولا يقطعها وليحافظ على الصلاة ظاهرها وباطنها فهذه هي الرحمة الحسينية يا مؤمنين وهذه هي من رحمات الإمام الحسين الإمام الحسين مشعل هدى لجميع الخلق لجميع العالم كما جده رحمة للعالمين فالإنسان المؤمن يعقد الأمر على أنه إن كان مصلي والحمد لله أنه يصلي صلاة الليل يجاهد هذه النفس ويصلي صلاة ليلة ويقوم لصلاة الفاجر سبحان الله كناس تحرص على بعض أدق التفاصيل إذا دوامه أو رزقه يحط له منبه ويحط له ساعة وكذا أما حق الصلاة لا ما يحتاج ومشكلة عنده يصلي صلاة الصبح مع صلاة الظهر كله واحد خلي تصير بدال الثمانية عشر شنو صار يعني حتى يزادهم ركعتين صلاة الصبح قضاء والسلام عليكم ورحمة الله لا الإنسان المؤمن يكون بعيد نظر ويخاف الله سبحانه وتعالى لذلك ترى أثر الصلاة انعكس وين في يوم كربلا الإمام الحسين يقول وهل قاتلناهم إلا لأجل الصلاة الإمام الحسين نادى بأبي هو وأمي يا عمر بن سعد أوقفوا القتال لكي نصلي فوالله الله يعلم أنني أحب الصلاة هذا كلام الإمام الحسين جاء شمر عليه اللعنة وشبث ابن ربعي قالوا يا حسين إن صلاتك غير مقبولة سبحان الله صلاة ابن رسول الله غير مقبولة وصلاتكم أنتم المقبولة على كل وفعلا وفعلا لم يعطي الإمام الحسين آبدا إمام الحسين يعلم بأنهم غير مقيم الصلاة لأنه ما عندهم أهداف الصلاة فالإمام الحسين صلى بأصحابه صلاة الخوف كل واحد من أصحابه حصل من وراء الحسين ركعة واحدة الإمام الحسين صلى الركعة الأولى ثم أطال بالركعة الثانية أصحابه أكملوا الركعة سلموا وجاءوا الذين لم يصلي خلف الحسين الركعة الأولى أخذوا السلاح وصلوا خلف الحسين الركعة الثانية فكل واحد من أصحاب الحسين حصل على ركعة وفعلاً الإمام الحسين في تلك اللحظات قال وهل قاتلناهم إلا لأجل الصلاة لأن الإمام الحسين كان يقيم الصلاة بظاهرها وباطنها إني لم أخرج عشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً اللي مصلم من عكس صلاة عليه لا عند ظلم لا في أهله ولا في نفسه ولا في بيته ولا مع المجتمع ولا في العمل العادل أمام الله هذا المصلي الحقيقي الذي يقيم الصلاة أما الذي لا والله صلاته فقط لقلقت لسان دون عمل بالأركان لا تختلف وتنقلب الموازين تماماً فلإمام الحسين بعد أن فرق من صلاته يقول حميد بن مسلم وقتل أصحابه وقف على باب الخيمة ينادي هل من ذاب يذب عنه؟ أنا أهل البيت يستصرقهم الإمام الحسين من سمع واعيتنا آل محمد ولم يجبنا أكبه الله على من خراية في نار جهنم وغربتاه الإمام الحسين ينادي وأقلة ناصراه بأبيه وأمي يقول حميد بن مسلم فخرج من خيام الحسين غلام كفلقة قمر طال قمر قمر شايف القمر؟ هذا الذي انعكست صلاته عليه هذا الشباب المؤمن الذي أدرك معنى الصلاة الذي لما صلى هذه صلاته انعكست عليه هذا القاسم بن الحسن عليه السلام صلاته انعكست عليه تماماً طبق الصلاة عرف أن الحسين هو معنى الصلاة بأبيه وأمي روحاً وجسداً من دون أي شيء وإذا به ينادي لبيك وسعديك أبا عبد الله تقول الرواية لما رأاه الإمام الحسين أرخى عمامته ثم تقاطر الدموعه بأبيه وأمي مسكه من يده دخل معه الخيمة قال زينب قالت فداؤك زينب قال علي بالصندوق الفلاني صندوق للإمام الحسن أتي به فتحه وإذا بها ملابس أخيه الحسن صلوات الله وسلامه عليه تقول الرواية قال ولدي قاسم البسها ألبسه عمامة أخيه وتجلبب بجلبابه فلما رأاه نادوى أخاه وحسن الإمام الحسين بأبيه وأمي تذكر أخاه السبط الحسن في كربلا عند ذلك بأبيه وأمي تقول الرواية أخذ ابن أخيه القاسم اعتنقه ساعة بأبيه وأمي صاح ودعتك الله يا عيوني والله ودعتك الله يا عيوني ونياتكم وحادي تخلوا يقول عميد بن مسلم عند ذلك خرج علينا غلام كأنه فلقة قمر طالع وهو ينادي ان تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاسقوا صوب المزن ثم أنه بأبيه وأمي هجم على القوم يقاتلهم قتال الأبطال قتل خمسا وثلاثون ملعون ثم عند ذلك قال الأزدي علي آثام العراب انمر علي هذا الغلام لأفجعن عمه الحسين به قلت له يا ويلك أما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه بكل مكان وجانب قال لا والله إلا أنا أفعل تقول الرواية فحمل عليه أشعث ابن الغيس فطعن القاسم في خاصرته بأبيه وأمي قبل ذلك تأتي هذه الأم ها لزمة ترشاب اسكينة وعم تبح القاتشم ومن الخيم مذولة طلعت تنادي أم يا ابني يا جاسم حيلك بها الوقت لعمك ضم لليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني هز الرمح والجنة وقالها يا والدة دعي لي رايح عنا يا والدة من غير ما تقلي عمي وحيد بكربلة والمن أضمن حيلي لكن أوصيت يم أوصية تسمعين لفظ جوابي شبان لو شفتي بالله تذكر شبابي محروم من شم الهواء من بين كل أصحابي رايح أنا يا والدة من غير ما تقلي تقول الرواية فهجم على القوم بأبي هو وأمي يضرب فيهم يمينا وشمالا حتى قتل خمسا وثلاثون ملعونا فشد عليه الأزدي فضربه على أم رأسه ففجرها متاح فسقط صريعا على الأرض ينادي عم يا حسين ادرك ابن أخاك ذهب إليه الحسين كالصقر المنقض على فريسته يقول حميد بن مسلم وإذا بالقاسم يحفظ الأرض برجله والإمام الحسين يقول يعز على عمك أن يجيبك فلا يغني عنك شيئا أبدا يقول حميد بن مسلم رأيت الإمام الحسين جلس أخذ رأس الصبي وضعه في حجره يمسح الدماء والتراب عن وجهه ثم حمله شاله صبي عمره 12 13 سنة القاسم عليه السلام يقول الإمام الحسين لما شال القاسم أشوف رجلي القاسم تخط الأرض خط تمشي تمشي مع الأرض ليش الحسين كان فارع الطول فارع القامة كان عملاق يقول حميد بن مسلم دققت النظر وإذا بظهر الحسين منحني كالقوس منحني منحني ظهر الحسين يقول جاء به إلى الفستاط والله جابه مدد ما بين أخه قعد عيدهم يا ولي وهم موته بس ما سب عن النسوان صوته جاءت زعينا بتصيح الله أكب مبارك بين سبعين أليف جابه عن الحينة بدهم من راس حنو بدال الشمع بين الشاب زفو على راسك نبيل والخير ينثر يقول عند ذلك طرحه مع بقية القتلى واخذ يبكي بكاء مر أبا عبد الله دخلت زينب وهي تبكي قالت أخي حسين ابن أمي حسين رملة رملة أم القاسم تبت تدخل عق ولادها ومستحية منك بالخيم الله يعيني لي رايح عليهم شباب ايه والله اذكروا شبابكم اذكروا موتاكم في هذه اللحظات اطلبوا لهم الرحمة بشهداء كربلة هؤلاء الأبطال ها؟ أبا عبد الله رملة تريد أن تدخل على ولدها تريد أن تبكي على ولدها من رخصتك أبا عبد الله خرج الحسين يكفكف دموعه بكم وهو ينادي وولده وأقاسمه دخلت رملة احتضنت ولدها القتيل تقول لها أنا الوالدة أنا الوالدة وانت ضناها والوالدة تطلب رباه ليش ليش تقطع منك رجاعه يبني لطفعين ضواه ويومك يلوحي يدعماحه يبني محني بطيب نومك عريان ومسل بهدو ايه وحر الشمس يبني اغير رسومك والله يبني أنا ردك لارة الدنيا الدنيا ولا مايا ايه هايا 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 ولا مايا اتحضرني لوقع حملي ولا مايا ولا مايا يا جاسم خابة اظنوني اظنوني ولا مايا هايا هايا وقت الضيج يبني قطعت بي هايا وقت الضيج يبني قطع هايا 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 أطفالهم لم يبلغوا الحلوم يا الله أسألك اللهم وأدعوك وأقسم عليك بأحب الخلق إليك محمدا وآل محمد ارفعوا أيديكم بالدعايا مؤمنين كثير من أصحاب الحوائد كثير من خدام الحسين ندعو لهم بالشفاء والرحمة بسم الله الرحمن الرحيم يا أمان يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمان يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستقيثين يا أرحم الراحمين صل على محمدا وآله الطيبين الطاهرين وادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد واخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد اللهم إنا نسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة يا أرحم الراحمين بحق محمدا وآله الطيبين الطاهرين مرضان المنظورين إخواني المؤمنين هذا المؤمن خادم الحسين سيد علي القلاف في لندن يسألكم الدعاء وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالشفاء والعافية ببركة مجالس الحسين كما أننا ندعو إلى خادم الحسين وخادم أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم أجمعين الشاب المؤمن وليد بحمد اللهم شافه وعافه وادفع عنه كل سوء وبلاء كما أننا لهذه الأخت فخرية بنت عباس التي جاءت وقدمت النذور وقالت بأن الله ببركة أبي الفضل العباس قد استجاب لدعائها والحمد لله رب العالمين ويسر الله تلك الأمور التي كانت تطلبها ببركة هذه المجالس اللهم شافي كل مريض يا الله بحق محمد وعالي محمد الحج أم بدر أيضا تسألكم الدعاء اللهم شافها وعافها وادفع عنها وعنها كل سوء وبلاء وعن المؤمنين والمؤمنات يا الله ارحم علماءنا الماضين أيد الباقين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين إلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤسسين لهذا المأتم والعلماء والسادات والحاضرين والسامعين والجالسين رحم الله من ذكر للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات لا بيدي يا حيين كنت ضع لأمك وتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابن مويا الحالي لاجه بياناكي وبياني ساكير مون تنار دي لغة ترجمة نانسي قنقر